قوى لندن تسمى قوى لندن أيضاً بقوى تشتت لندن وهي جزء من قوى فانديرفال وتعرف بأنها قوى الترابط بين الجزيئات غير القطبية مع بعضها البعض حيث إن قوى فانديرفال هي قوى متبادلة بين جزيئات المادة الواحدة المتعادلة كهربائياً مع بعضها البعض أي إن فرق السالبية الكهربائية بين الجزيئات يساوي صفراً وتنتج قوى فانديرفال من تجاذب أنوية الذرات في جزيء معين مع إلكترونات التكافؤ في جزيء مجاور وتوجد عادة في جزيئات المركبات التساهمية غير القطبية حيث يمكن تعريف السالبية الكهربائية للعنصر بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء التساهمي على جاذب إلكترونات الرابطة الكيميائية لتصبح بذلك رابطة تساهمية قطبية وهذا يعني أن نوع الرابطة الكيميائية يعتمد على فرق السالبية الكهربائية بين الذرتين فإن تساوت السالبية الكهربائية بين الذرات فإنها ستتشارك إلكترونات الرابطة وتصبح تلك الرابطة تساهمية غير قطبية حيث تعرف الرابطة التساهمية غير القطبية بأنها الرابطة التي تنشأ بين ذرتين إذا كان الفرق في السالبية الكهربائية بينهما يساوي صفرا أي لا تجذب أي من الذرتين الإلكترونات بل يتشاركان إلكترونات التكافؤ وهذا يعني أنه كلما قل فرق السالبية الكهربائية بين الذرات كانت الرابطة تساهمية غير قطبية كيف تتكون قوى لندن؟ في الذرة المتعادلة يكون توزيع الشحنات السالبة حول النواة منتظما ولكنه للحظة قصيرة جدا تتجمع الشحنات السالبة في أحد أركان الذرة فيصبح هذا الركن سالب الشحنة ويصبح الركن المقابل موجب الشحنة ويسمى هذا التوزيع غير المنتظم للشحنات بثنائي القطب اللحظي ويؤثر هذا الثنائي القطب على الذرات المجاورة واجعلها مستقطبة بالحث فإنشأ عن ذلك قوات جاذب بينها هي قوى لندن ترجمة نانسي قنقر